اشتركوا في القناة على الساحة الليبية في ضوء خصوصية العلاقات المتميزة التي تربط مصر بليبيا وشعبها الشقيق والسياسة المصرية الراسخة باعتبار استقرار ليبيا على المستويين السياسي والامني جزءا من استقرار مصر وقد رحب السيد الرئيس بالقادة الليبيين مثمنا سيادته حرصهم الدائم على انفاذ ارادة الشعب الليبي الشقيق وصون مصالحه الوطنية وذلك بهدف استعادة الامن والاستقرار في ليبيا الى جانب الحفاظ على سيادة ووحدة الدولة الليبية كما اكد السيد الرئيس مواصلة مصر جهودها للتنصيق مع كافة الاشقاء الليبيين خلال الفترة المقبلة بما يساهم في ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية وصولا الى اجراء الاستحقاق الانتخابي المهم برلمانيا ورئاسيا المنتظر بنهاية العام الجاري فضلا عن مناء التدخلات الخارجية التي تهدف بالاساس الى تنفيذ اجنداتها الخاصة على حساب الشعب الليبي وكذا اخراج كافة القوات الاجنبية والمرتزقة من الاراضي الليبية من جانبهما اعرب المسؤولان الليبيان عن تقديرهم الكبير للدور المصري الرائد وجهودها الحثيثة والصادقة في دعم ومساندة اشقائها في ليبيا منذ اندلاع الازمة وحتى الان في اطار العلاقات الممتدة والاخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين معاربين عن عميق تقديرهما للسيد الرئيس والشعب المصري للوقوف بجانب اشقائهم الليبيين في ادارة المرحلة الانتقالية ومساندتهم في المسؤولية التاريخية الملقاط على عطقهما خاصة عن طريق المساهمة في توحيد الجيش الوطني الليبي فضلا عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية الى ليبيا والاستفادة من خبرة وامكانات الشركات المصرية العريقة في هذا الصدد كما اكد القادة الليبيون اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لادارة المرحلة الانتقالية الليبية خاصة ما يتعلق بضرورة ضمان عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري وذلك بالتوازي مع تعزيز المصر الامني من خلال الزام الجهات الاجنبية باخراج العناصر المرتزقة من داخل الاراضي الليبية حتى تتمكن المؤسسات الامنية الليبية من الاطلاع بمسؤوليتها ومهامها وهو الامر الذي من شأنه ان يساهم في تعزيز جهود استعادة الامن والاستقرار في سائر ارحاء ليبيا واضف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد استعراض افاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة على كافة المستويات ترجمة نانسي قنقر